جهاز أبل ماك ميني 2018 دعونا نتعرف عليه السواء وهل هو يستاهل أم لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأخوكم فيصل السيف وأبل في الربع الأخير من السنة الماضية حدثت الحاسب المصغر لها الماك ميني بعد أربع سنوات من آخر تهديث وتميز الماك ميني الجديد بامتلاكه لمعالجات انتل الجيل الثامن وأداءه يعتبر أفضل بخمس مرات ونظام التبريد فيه صار أفضل يعني يمتلك مروحة أكبر تعطي تدفق أكثر للهواء بمرتين والمفروض أنها غير مزعجة حتى بعد استخدام مطول الجهاز يأتي بتصميم مربع مائل في الأطراف وعليه شعار أبل في المنتصف الجهاز مصنوع من الألمنيوم يأتي باللون الرمادي الفضائي الذي هو الـ Space Gray والمواد المستخدمة فيه قابلة للتدوير بنسبة 100% النسخة التي نتحدث عنها هي النسخة الابتدائية أو النسخة الأولية تأتي بمعالج الانتل اي 3 الجيل الثامن تمتلك أربعة أنوية تردد 3.6 جيجا هيرتز المعالج الرسومي هو مدمج في المعالج واسمه الانتل يو اتش دي جرافيكس 630 ذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت من نوع DDR4 بسرعة 2666 ميجا هيرتز السعة التخزينية SSD 128 جيجا بايت من نوع PCIe من ناحية المنافذ يأتي بأربع منافذ USB Type-C التي هي Thunderbolt 3 USB Type-C بسرعة 40 جيجا بيت في الثانية الوحدة ومنفذين USB 3 ومنفذ HDMI 2.0 ومنفذ Ethernet بسرعة 10 جيجا بايت ومنفذ للسماعة ولازم أوضح أن أنت غير ملزم بهذه القطعة والمواصفات بالتحديد فمن خلال موقع أبل تستطيع تبني التجميع الخاصة فيك وتستطيع تطلبها من الوكيل المعتمد الآن نعود إلى ماك ميني يدعم تشغيل شاشتين 4K مع بعض من خلال استخدام منفذين لـ Thunderbolt 3 وتستطيع تشبك شاشة الثالثة عن طريق استخدام منفذ HDMI 2 وتستطيع تشبك شاشة واحدة بدقة 5K الماك ميني 2018 صليمت لك شريحة T2 وتفيد في الحماية بشكل مبسط تقوم بتشفير البيانات بشكل فوري وتشفر قرص الـ SSD وتقوم هذه الشريحة بالتحقق إذا كان النظام الماك المحمل موثق أو تم التلاعب به مسبقاً بحسب أبل فالماك ميني الجديد يعطي أداء أفضل بـ 3.6 مرات في الفاينل كت مقارنة بالماك ميني السابق ونفس الشيء في الفولو شاب يعطي أداء أفضل بـ 3 مرات تقريباً وبالتحديد 3.2 وحتى في الألعاب فلعبة Rise of the Tomb Raider أعطت أداء أفضل بنسبة 60% الماك ميني يدعم E-GPU والتي تتيح تشغيل كروة الشاشة بشكل منفصل باستخدام منفذ Thunderbolt 3 في أنواع تبع فيها متجر أبل وتستطيع تشاهدها على الموقع وطبعاً يجب أن تشتري الصندوق الداعم للـ E-GPU لتشغيل كرت الشاشة عليه وأيضاً تستطيع تدمج أكثر من ماك ميني مع بعض من خلال منفذ Ethernet الذي يأتي بسرعة 10 جيكا بيت في الثانية لزيادة الأداء بشكل عام، تفيد إذا كان لديك سيرفرات وتستخدم Xcode وأيضاً تفيد في الرندرة والإنكودينج فمسألة الـ Stacking أو وضع نفس الماك مينيز فوق بعض وربطهم مع بعض كأنك قاعد تضيف سلندرات إضافية على السيارة مما يزيد الأداء في مختلف الأشياء، ليس فقط في السرعة، لا في السرعة، في العزم، في كثير من المواصفات هذا الشيء الذي يحدث مع الماك ميني فلا تستغرب لما تجد الماك ميني يستخدم في سيرفرات ويستخدم في كثير من القطاعات من نفس المحبين الماك أو اس السؤال الآن هل الماك ميني مناسب؟ يستاهل أم لا؟ إذا تبغى جهاز كمبيوتر مصغر يعطي أداء ممتاز في مهامك اليومية وتستطيع تسوي عليه Edit خفيف يعتبر مناسب لك أيضاً إذا كنت تبحث عن HTPC أو مشغل وسائط يعتبر مناسب أو حتى لو تبغى كجهاز ناس فيعتبر خيار جيد ناس هي Network Attach Storage في العادة يكون سيرفرات أفلام ما أفلام تضعها في البيت أو سيرفرات محتوى تضعها منزلية الإيجابيات التي لقيتها في هذا الجهاز تصميم يعتبر جميل ويعتبر جداً عصري وأبل متعودين يعطون أكثر لجهزتهم تصميماتها جداً عصرية أيضاً أن نقدم أداء جيد بالنسبة لهذه الفئة وشيء ممتاز أيضاً امتلاك أربع منافذ Thunderbolt 3 ومن ناحية السلبيات فالجهاز ليس أفضل خيار إذا كنت تريد المونتاجة والرندرة وإذا كان هذا خيارك إذن يبغى لك قطعة EGPU الخارجية فهنا استثمار أعلى يمكن أن تجد خيارات ثانية ولكن إذا لم يهمك المونتاج هذا يمكن أن تعتبر لك شيء مهم أيضاً يمتلك كرت شاشة مدمج وشيء نوعاً ما ما توقعنا أتمنى أن يكون كرت الشاشة أو معالج الشاشة شيء منفصل وأفضل كانت هذه نظرتي على نفس الماك من الجديد من نفس شركة أبل قلوا لي رأيكم ومين منكم يحب نظام الماك أو اس والمنظوم المتكاملة ستكون لديك لو كان لديك أكثر من جهاز من شركة أبل نهاية الفيديو وكل فيديو سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته